عدم تناول الأطعمة والمشروبات من الأشخاص غير المعروفين المحافظة على الهدوء وفسح المجال أمام الأجهزة الأمنية والتعاون معهم عند حدوث أي ظرف طارئ عدم التدافع على المداخل المؤدية للأماكن المقدسة أو المصاعد أو عجلات نقل الزائرين السير في الطرق المؤمنة من قبل الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني عدم الإنجراف للشائعات المغرضة أو الترويج لها التي من شأنها إثارة الهلع بين المواطنين إخبار الأجهزة الأمنية عن العناصر المشبوهة أو المندسين بين المواكب ضرورة أخذ الحيطة والحذر بالنسبة لأصحاب المواكب وذلك من خلال الانتباه على الأجسام الغريبة والمشتبه بها وعدم التقرب منها ضرورة التعامل الصحيح مع صوانات الغاز المستخدم في الطب وإحكام ربط الأنابيب بواسطة حلقات إحكام للحيلولة دون تسرب الغاز تجنب خزن الوقود داخل المواكب والسرادق مهما كانت كمياته وإبعاد مصادر النار عنها الانتباه إلى حركة الأطفال عند الطبخ ومنع التقرب منه الانتباه إلى المدخنين وتحذيرهم بصورة شفهية أو عن طريق ملسق يوضح فيه عدم التدخين وخطورته فإن كثيرا من حوادث الحريق كان سببها أعقاب السجائر الانتباه إلى التوصيلات الكهربائية والاهتمام بالعزل الجيد وكذلك الانتباه إلى نصب المولدات والعاكسات الكهربائية في مكان آمن وبعيد عن المواطنين تأمين مطفئة الحريق التي تعد من أهم وسائل الأمان للمواكب ويمكن الاستعانة بالبوسترات الإرشادية التي تم توزيعها من قبل مديرية الدفاع المدني التي تتضمن وصايا وإرشادات وكيفية استخدام مطافئ الحريق بأنواعها كافة فسح المجال لعجلات الدفاع المدني وعجلات الطوارئ لتسهيل مرورها وتأدية واجباتها ضرورة سرعة الاتصال برقم سيطرة الدفاع المدني مائة وخمسة عشر مجاناً من أي هاتف محمول أو أرضي عند حصول أي طارئ لا سمح الله